آه 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 سفر ولكن لن ترى مثلا له بين الورى سفر مع الحب الذي كسب القلوب ومفترى في كل عام قصة نروي بها ما أقفرى قصص تعيد محامداً لمحمد فانظر ترى صلى عليه إلهنا ما هب ريح أو سرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يريق بجلال وجه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد على آله وصحبه أيها الأحبة الأفاضن تجدد اللقاء بكم من جديد في رحاب هذه السلسلة الطيبة المباركة مسافر مع السيرة إذن طرحت سؤال في الحلقة الماضية قلت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن في وقت معين ولذلك أجمعت كل دراسة على أن النبي ولد يوم الاثنين عند شروق الشمس لماذا؟ وأيضاً نسرق المراحل ونتسابق معها ونقول أيضاً متى مات النبي صلى الله عليه وسلم أي الزمن أيضاً مات يوم الاثنين عند شروق الشمس لماذا؟ إنها رسالة الربانية يا أحبة الكرام رسالة من الله يقول للعالم نور الحق سطع عليكم ولد عند شروق الشمس نور الرحمة سطع عليكم نور الصدق سطع عليكم نور الرفق سطع عليكم نور التواضع سطع عليكم وهذه مكارم الأخلاق التي تميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضاً لما مات النبي صلى الله عليه وسلم رسالة من الله وكأنه يقول لنا للبشرية هذا النور الذي سطع في ميلاده سيستمر ما مات النبي ليلاً عشاءً بل أيضاً عند شروق الشمس أي هذا النور الذي جاء بمحمد هذه الرحمة المهدات هذا الليل هذا الرفق هذه الأخلاق ستستمر في الكون بسيرته صلى الله عليه وسلم المحفوظة من قبل رجال صدقوا ما عهد الله عليه إذن النبي يقول عن نفسه حياتي رحمة لكم ومماتي رحمة لكم إذن العادة عند العرب الحضريين كانوا يلتمسون المراضع لأبنائهم وأنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ولدته أمه آمنة بنتها أول من أرضعه بعد أمه ليست حريمة السعودية وإنما أرضعته ثويب مولاته أبي لهب هذه المرأة هي أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن الله يقال له مسروحة مسروحة ابن الله إذن عبد المطالب جده أيضا بحث عن مرضعات للنبي صلى الله عليه وسلم وكان المرضعات يأتين من قبائل بعيدة وخاصة قبيلة بني سعد وكانت قبيلة كما قالت أم حليبة السعدية قبيلتها بها قحط ما رأت أجدب وأقحط من قبيلتها أصبها قحط شديد جداً وحليمة السعدية هذه جاءت إلى مكة لتبحث عن أبناء الأغنياء الميسورين لتردعهم مثل ما جاءت بقية النسوة مع أزواجهم ولكن حليمة السعدية أتت متأخرة وأقول لكم يا أحبتي إن النبي قد عرض على حليمة السعدية ورفضته في البداية لماذا؟ لأنه يتيم وقالت يتيم عبد المطالب ماذا سيعطيني أهله؟ لا شيء وهي تريد أبناء العكابر أبناء السادة الذين ما زل أباؤهم وأمهاتهم على قيد الحياة ولماذا جاءت متأخرة لم تجد أبناء السادة؟ لأن حليمة السعدية وهي حليمة بنت دؤيب بنت دؤيب هذا هو اسمها عبد الله بن الحارث وزوجها كان معروف ب عبد العزة وكان يكن بأبي كبشة لأنه ما كان عنده غنم كان عنده إبي الكثير عنده نعجة شارف فكان يلقب بأبي كبشة وأذكر لكم أن أبا سوفيان لما كان بالروم ووصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل الروم عبر الرسائل استدعى هرقل الروم من كان في بلاده من العرب فلما دخل عليه أبو سوفيان وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من عنده ماذا قال أبو سوفيان لقد عظم أمر ابن أبي كبشة ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملوك بل الأصفر تخافه تخافه ملوك بل الأصفر لذلك كان يلقب بأبي كبشة هذا الرجل زوج السيدة حليمة السعدية لأن حليمة السعدية ما كان عندها حصان قوي وما كان عندها أعزكم الله بغل قوي وإنما كانت عندها آتان شارف لا تتحرك إلا بشق الأنفس فلما وصلت متأخرة وجدت النسوة قد أخذنا أبناء الميسورين والأغنياء وعرض عليه النبي فرفضت ماذا سيعطين عبد المطالب هذا يتيب فقررت العودة لكن نحز في نفسها أن تعود دون أن تحمل معها طفل ترضعه فقررت العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت زوجها بالأمر فقال لها كنت أريد أن أحدثك في الأمر أن لا تعود إلى القبيلة بدون أن تحمل من ترضعه تقول حليمة السادية فحملت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها غلام ترضعه طفل صغير ترضعه تقول بمجرد ما حملت النبي صلى الله عليه وسلم وتقول حليمة ورضع أخوه من الرضع وبالمناسبة حليمة السادية أرضعت كثير من الأولاد هم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم كحمزة بن عبد المطالب أرضعته حليمة السادية والحارث وأنيسة بنت الحارث وحذاقة وهناك من يقرأها جدامه هي الشيماء وهي التي كانت تهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطالب هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضع من وجهتين من وجهة ثويبة مولاة أبلاب وأيضا لما كان في قبيلة بني سعد أرضعته حليمة السادية فهو عم النبي وأخوه من الرضعه من جهة ثويبة ومن جهة حليمة السادية سبحان الله حمزة بن عبد المطالب فحليمة تقول فرضع أخوه وشبعه ثم قام صاحبنا وتقصد زوجها إلى شارفنا فحلبها فوجد درعها ممتلئ بالحليم فارتويت وارتوى صاحبي ونمنا في أحسن ليلة وما كنا ننام قبله من شدة بكاء الطفل الذي لا يجد لبنا في تديها أثناء العودة إلى قبيلة إلى قبيلتها أثانها كانت تسرع تسرع بشكل كبير جداً حتى أن النسوة كنا يقول لحليمة السعدية ويحكي يا حليمة ويحكي يا ابنة أبي ذعين أربيعي علينا هل استبدأت عاتنك بمكة؟ ولكنهم لا يعلمون بأن الذي فوق هذه الدابة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت تسرع وصبقت الركب ولما وصلت إلى القبيلة خيرات كثيرة بدأت تفيض على حليمة السعدية وعلى زوجها وفي مكة زوجها قال لها يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة قالت له أرجو الله أن يكون كذلك وفعلاً أصبح لحليمة السعدية أغنام وإبيل وكان راعي حليمة السعدية يذهب بالأغنام فتذهب خماصاً وتروح بطاناً ممتلئة الدرع عكس أغنام بقية القوم سبحان الله يذهبون فيعودون كما ذهبوا فكان الأسياد يقولون لرعاتهم اذهبوا حيث يذهب راعي حليمة وكأنه يذهب إلى مروج مخضرة أو شيء من هذا القبيل الكل في مكان واحد ولكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك أقول لأبنائه راجعوا أنفسكم أعيدوا ثقتكم بالله عز وجل أعيدوا ثقتكم بالله الأرزاق ليست بيدك ولا بيد أبيك ولا بيد الدراسة وإنما الأرزاق بيد الله أنت تتوكل فقط وأذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث قدسي أن الله قال لي ولك يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب أي دعا القلب يتوكل على الله والجوارح تعمل فالله إذا أراد لك شيئا سيتحقق ورزقك يا محمد لن يأخذه أحمد ورزقك يا بنية يا فاطمة لن تأخذه زينب لأن الرزق كالكلام الذي نتلفظ به لأن رب يقسم وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء ولم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون رزقت بخيرات كثيرة ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سنتين من العمر وكانت كما قالت أمنا حليمة جفلا أي بن قوي بنيته ليست كبنية بقية الأطفال يشبه بقوة وعضلات أكبر من بقية أقرانه الذين هم في سمه جفلا غلام جفر أكبر من من هم في سنه فعادت به إلى أمه وعمره سنتين وهي تساور نفسها أن تسمح حليمة بإعادته مرة أخرى إلى قبيلة بني سعد فقالت حليمة لأمينة أتركي ابننا عندنا وقتا آخر فإني أخاف عليه ريحة مكة والأمراض التي توجد في هذه الحاضرة أتركيه فبقيت معها حتى استجابت وعادت حليمة السعدية برسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنها تريد من الله الزيادة والبركة وتتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك عادت به ولما بلغ عمره أربع سنوات ستقع حادثة عظيمة جداً وهي حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها الإمام مسلم وأكيداً ترمدي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعمره أربع سنوات يلعب مع الغلمان مع إخوته من الرضاع وغيرهم في قبيلة بني سعد بالقرب من بيت حليمة السعدية فإذا بجبريل يقول أتاني جبريل فأتجعاني وشق صدري وأخرج منه مضغة أخرج قلبي وشقه وأخرج منه مضغة وقال هذا حظ الشيطان منك وغسله في طست من دهب بماء زبزم فعاد الأطفال إلى حليمة السعدية يقولون لها قتل أخونا القرشي قتل أخونا القرشي فجاءت حليمة السعدية تقول خائفة وجدته ما زال منتقع اللون لونه أصفر ليس اللون الذي عنده أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ويحدث بهذا الأمر يقول بأنني رأيت أثر المخيط على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خافت حليمة السعدية هذه مسألة طبيعية هذه أمان عندها لا بد أن ترجعه سالما معافى من أي سوء إلى أمه فأرجعته حليمة السعدية وعمره أربع سنوات وبقي مع جده عبد المطالب ومع أمه آمنة فرأت أمينة أن تحفظ ذاك الود الذي كان بينها وبين زوجها إكراماً لهذا الزوج هنا أحب أن أقول لا تنسوا الفضل بينكم مهما وقع يا أزواج والله مهما وقع إن كانت يا سيدي زوجتك في بيتك فاصبر عليها وأقول لك يا أختاه إن كان زوجك فيه ما تكرهين في بعض الأحيان فاصبر عليه عسى الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيراً وأنا أقول بملء الفم والله المرأة المسلمة مرأة صبور تضحي وتصبر على الألم وعلى الإداية في بعض الأحيان ليس فقط المرأة المغربية الكريمة الناكرة لذاتها التي تشتغل وترضي زوجها وترضي أهلها كذلك المرأة المسلمة في كل مكان كم من مرأة والله لاقت ما لاقت من الألوان التعنت والضرب في بعض الأحيان والشتم في بعض الأحيان والطرد في بعض الأحيان أقول لكم الواقع وصبرت فهذا الزوج يقبل رجليها ويقبل رأسها ويطالبها أن تسامح له أمام العالم أمام الملأ في برامج عالمية هذه المرأة المسلمة تصبر عنها فآمنة إكراماً لزوجها قررت زيارته لأنه مات خارج مكة القرن من المدينة عند أخواله من بني الرجال فذهبت وذهبت وذهب معها ابنها النبي صلى الله عليه وسلم يتيم وذهبت معها مربية النبي وهي أم أيمن وذهب معهم عبد المطالب ومكتوا هناك شهراً فلما أقفلوا راجعين مرضت أمنا أو مرضت أم النبي صلى الله عليه وسلم آمن بن تواب فاشتد مرضها بمنطقة الأبواء فماتت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ست سنوات وإلى أن نتعرف على ماذا وقع لرسول الله ما الذي تكفل به فتابعونا على هذه القناة وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصص تعيد محامداً لمحمد فانظر ترى صلى عليه إلهنا ما هب ريح أو سرا